اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا لازم هما يتبعوا هذا الامام ولا يولولوا ولا يطوم ولا يتوبروا لانه انت ظاهب على قضاء الله وهو في الجنان منعم اعمل انت زيه في نقطة اخرى المفروض يلعنوا قاتليه ام يمجدوا قاتليه لانهم نفذوا ارادة ارادها الحسين وارادها الله يمجدوا قاتليه زينا ما قالوها لابولولوها المجوس الان سأعود المقطع واكتبوا مع النقار او بالاحرة التهرجة التي قالها يبقى اذا هنا المصيبة اصلا حتى لما يديد الشيعة تقولك الحسين قتل في هذا اليوم الحسين هو من اختار ان يقتل في هذا اليوم ده على دينه على دين الشيعة اذا الشيعة يقولون ان حسين عليه السلام هو من اختار ان يقتل في هذا اليوم جميل جدا اكتبوا معي هذه النقاط يا اتباع هذا الباحث المتخصص لانه يعلم متى يموت وكيف يموت اذا اكتبوا معي ما يقول هذا الباحث المتخصص الصغير صغير لانه ما زال في مرحلة التطور. قريبا سيصبح باحث ومتخصص من الدرجة الاولى. ويستلم الوسام المقدس. وسام الباحث المتخصص في دين الشيعة. بدون ان يقرأ ولا كتاب شيعي ولا حتى ان يعرف اسماء كتب الشيعة. المهم يقول هذا الباحث المتخصص الصغير ان عند الشيعة الحسين عليه السلام يعلم متى يموت وكيف يموت. ما شاء الله تبارك الله. ماذا بعد? ولا يموت الا باختار يقول الباحث المتخصص ان عند الشيعة الحسين لا يموت الا باختياره. جميل. ماذا بعد? يقول الباحث المتخصص الصغير ان الحسين عند الشيعة على حسب اعتقادهم ان الحسين ذهب لكي ينتحر. لانه يعلم كيف يموت ومتى يموت. ما شاء الله تبارك الله. ماذا بعد? تمام? ده ايه? ده في الوقت ايه? ان الحسين خير ما بين النصر في كربلاء وما بين لقاء الله فاختار لقاء الله. اذا عند الشيعة الحسين عليه السلام خير بين النصر في كربلاء ولقاء الله فاختار لقاء الله. اين هذا? عند الشيعة. ما شاء الله. ماذا بعد? بيسجيله زي ما هي الاشكالية بقى في الفكر الشيعة الاسن عشر يقول لك هو يذهب الى قضاء الله وقدر الله التي اقره له. عند الشيعة مرة اخرى ان الحسين ذهب الى قضاء الله وقدره الذي قدره له. جميل جدا. ماذا بعد? طب اذا لازم هما يتبع هذا الامام. اه. ولا يولولوا ولا يلطم ولا يتوبروا. لانو انت ظاهب الى القضاء الله. طب في نوعه. وهو في الجنان منعم. اعمل انت زيه. يقول على الشياء انا يولولوا ولا يلطم على الحسين. لان هو اختار لقاء الله. وهو في جنان منعم. ما شاء الله. ماذا بعد? طب في نقطة اخرى. اه. المفروض يلعنوا قاتليه ام يمجدوا قاتليه لانهم نفذوا ارادة ارادها الحسين ارادها الله. يمجد قاتله. يقول المفروض على الشيعة ان يمجد قاتل الحسين ولا يلعنوه. لان قاتل الحسين نفذ ارادة ارادها الحسين وارادها الله. ما شاء الله عليك يا باحث يا متخصص في دين الشيعة. هذه النقاط التي ذكرتها حقيقة تدمر معتقد الشيعة. وتقضي عليه. الان تأكد لماذا هذا الباحث اعطوه وسام الباحث المتخصص في دين الشيعة. صراحة يستحق هذا الوسام بجذارة. انا الان مصدور. يا الهي كيف ساجب على هذه الاشكالات الخطيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله لتركت هذا الدين الذي يدوس على العقل بالاحذية. اقول لهذا الباحث وصاحبه الباحث الصغير. كل هذه الاشكالات المخزية التي طرحتموا على الشيعة. انا من يطرحها عليكم. وانتم من عليكم ان تجيبوا. اما الشيعة فلا علاقت له بهذه الاشكالات ابدا. الشيعة الان سيستلقي وياخد فنجان قهوة ويستمتع على جهلكم وغبائكم وكيف ان الطاولة ستنطلب على رؤوسكم. هذا الباحث المتخصص حاول ان يشكل على الشيعة باشكالات هي عنده في دينه وفي معتقده. والذي يجب ان يرض على هذه الاشكالات هم انتم قبل الشيعة. بيتكم من زجاج وترمون الناس بالحجارة? الا تستحن? اقرأوا معي هذه الرواية. تذكرة الخواص لسبت بن الجوزي. صرف مئتين وخمسون. يقول ثم قال الحسين عليه السلام ما يقال لهذه الارض. فقالوا كربلاء. ويقال لها ارض نينوى. فبكى وقال كرب وبلاء. تقول هذه الرواية ان الامام حسن عليه السلام حين وصل الى ارض كربلاء بكى. لماذا بكى? نكمل. يقول الامام حسن عليه السلام اخضرتني ام سلمة. قالت. يقول سيد الشهداء الامام حسن عليه السلام ان السيدة الحبيبة الطاهرة العفيفة حبيبة رسول الله وحبيبة اهل البيت عليه السلام السيدة المؤمنة ام المؤمنين ام سلمة. سلام الله عليها اخضرته. بماذا اخضرته? نكمل. اخضرتني ام سلمة قالت كان جبرايل عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وانت معي فبكيت. فقال رسول الله دعي ابي. فتركتك فاخذك ووضعك في حجره. اذا الامام حسن عليه السلام يحدث اصحابه بما حدثته به ام سلمة حين كان طفلاً صغيراً. نكمل. فقال جبرايل اتحبه? قال نعم. قال فان امتك ستقتله. قال وان شئت ان اريك تربة ارضه التي يقتل فيها. قال نعم. قالت فبسط جبرايل جناحه على ارض كربلا فاراه اياها. فلما قيل للحسين هذه ارض كربلا شمها وقال هذه والله هي الارض التي بها جبرايل رسول الله صلى الله عليه وآله. وانني اقتل فيها. ماذا نفهم من هذه الرواية? نفهم ان الامام حسن عليه السلام يعلم علم اليقين انه سيقتل في ارض كربلا. بل ويقسم بالله انه مقتول فيها. وانتم تقولون. لانه هو يعلم متى يموت وكيف يموت. ولا يموت الا بختار منه. اذا الراح ينتحر بقى. اذا على حسب قولكم الامام حسين ذهب لكي ينتحر. وهو يعلم انه سيقتل في ارض كربلا. الان سيقول الوهابي لا. نحن لا نؤمن بهذه الرواية. اقول بالراحة. بالراحة عليكم. تفضلوا هذه الرواية ستؤكد ما قرأتها عليكم. وان ما قرأته صحيح مئة بالمئة. لقاءوا معي. كتاب اتحاف الخيرة المهرة للبصيري. في المجلد السابع. صفحة مئة سين سمانية وثلاثون. وعن ام سلام الله عليها قالت. كان النبي صلى الله عليه وآله نائما في بيتي. فجاء الحسين يدرج قالت. فقعدت على الباب. فامسكته مخافة ان يدخل فيوقظه. قالت. ثم غفلت في شيء فرب فدخل فقعد على بطنه. قالت فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وآله. فجئت فقلت يا رسول الله ما علمت به. فقال انما جاءني جبرايل عليه السلام وهو على بطن قائد. فقال لي اتحبه. فقلت نعم. قال ان امتك ستقتله. الا اريك التربة التي يقتل بها. قال فقلت بلى. قال فضرب بجناحه. فاتاني هذه التربة. قالت. فاذا في يده تربة حمراء وهو يبكي. ويقول ليت شعري. من يقتلك بعدي. رواه عبد ابن حميد بسند صحيح. قال الهيثم في المجمع رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. اذن هذه القصة الصحيحة تؤكد ما قرأتها عليكم من قبل. اذا الامان حسين عليه السلام يعلم انه مقصول في ارض كربلات. ولا فقط هو يعلم بل ام سلام تعلم ورسول الله يعلم وانتم تقولون. طيب اذا لازم هم يتبعوا هذا الامان. اه. ولا يولولوا ولا يطوم ولا يتوبروا. لانه تظاهب على قضاء الله. طيب. في نوع. وهو في الجنان منعم. اعمل انت زيه. خذ هذه الجملة المخزية واذهب الان الى قبل رسول الله وقل له يا رسول الله. لماذا كنت? لماذا كنت تنحب على الحسين? رسول الله لا فقط يبكي على الحسين. بل ينحب على الحسين. فلماذا رسول الله يبكي على الحسين? وهو يعلم ان الحسين. طيب اذا لازم هم يتبعوا هذا الامان. ولا يولولوا ولا يطوم ولا يتوبروا. لانه تظاهب على قضاء الله. في نوع. وهو في الجنان منعم. اعمل انت زيه. لماذا رسول الله يبكي وينحب على الحسين وهو يعلم أنه منعا في الجنان وذهب إلى قدر الله أليس رسول الله وبنفسه قال أن الحسين سيء شباب أهل الجنة؟ فلماذا يبكي عليه؟ هذا الوهب يظن أنه يشكل على الشيعة أما في الحقيقة فإنه يشكل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا قال في نقطة أخرى المفروض يلعن قاتليه أم يمجد قاتليه لأنهم نفذوا إرادة أرادها الحسين وأرادها الله يمجد قاتليه إذن المفروض يوهبي أن تمجد قتل الحسين ولا تلعنوه لأنه نفذ إرادة أرادها الله وأرادها الحسين ولكن في هذه النقطة أصبتم فأنتم تمجدون قتل الحسين عموما الخليفة يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه دكتور طاها أولا من هو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية رحمه الله ورضي عن أبيه وجده هو أمير المؤمنين يزيد بن الزينة السكير بن السكير أمير المؤمنين ما شاء الله تبارك الله إذن أنتم تمجدون قتل الحسين لأنه في نقطة أخرى المفروض يلعنوا قاتليه أم يمجدوا قاتليه لأنهم نفذوا إرادة أرادها الحسين وأرادها الله يمجدوا قاتليه أحسنتم يا أحفاد يزيد ما شاء الله عليكم إليكم هذه الرواية فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل في الجزء الأول صفحة 770 حديث 1357 عن عائشة أم سلم قال وكيع أن النبي صلى الله عليه وآله قال لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول فإن شئت أتيتك من تربة الأرض التي يقتل بها قال فأخرج إلي تربة حمراء إسناده صحيح وقال الهثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وأخرجه الطبراني عن عائشة بدون شك وإسناده صحيح وأخرجه أحمد وإسناده صحيح أيضا وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات هذه الرواية أيضا تؤكد ما قرأتها عليكم من قبل أن الإمام الحسين عليه السلام وكل الصحابة والصحابيات كانوا يعلمون أنه سيقتل في أرض كربلاء وأنتم تقولون لأنه يعلم متى يموت وكيف يموت نعم يا أجهل خلق الله لا فقط الحسين يعلم بل أمك عائشة تعلم متى يموت وكيف يموت ومن سيقتله وأين سيقتل والأرض التي سيقتل بها ونوع الأرض ورائحة الأرض ولون الأرض كل شيء تعلمه أمك عائشة لواية الأخرى مسند أحمد بن حمل في الجزء الأول صفحة 440 عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه صار مع علي عليه السلام وكان صاحبا مطهرته فلما حاذ نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي عليه السلام اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشق الفرات قلت وماذا؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله داتا يومي وعيناه تفيضان قلت يا نبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من عندي جبرائيل عليه السلام قبله فحدثني أن الحسين يقتل بشق الفرات قال فقال هل لك إلى أن أشمك من تربته قال قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أنفاضة إسناده صحيح حتى أمير المؤمن علي عليه السلام يعلم أن ابنه الحسين سيقتل في كربلاء إذن الحسين على حسب عقولكم الناصبية إذن رأي ينتحر بقى الله أكبر إذن الحسين عندكم ذهب لكي ينتحر لأنه يعلم أنه سيقتل في كربلاء مع هذا الدين سيئة العلماء أن تصدر فتوى بأن الشيعة معتقد ودين مخرف تماما لدين الإسلام وأنا أتفك مع الأستاذة وأتفك مع الأخ عندما أتحدث في هذا لابد من إتظار هذه الفتوى لأنهم يسؤون لنا أن تكون هناك واقفة فعلا من مبنية على الشرع مبنية من الأزهر وفتوى العلماء بأن الشيعة دين مختلف تماما عن تعليم الإسلام الشيعة دين مختلف؟ وهل الشيعة يقولون أن الحسين ذهب لكي ينتحر؟ بل أنا من يطالب الأزهر وأطالب الإنس والجن والحيوانات والنباتات أن يصدروا فتوى أن دينكم دين مختلف مخالف لدين الإسلام لا يوجد دين على وجه الأرض يقول أن الحسين ذهب لكي ينتحر إلا أنتم فمن أنتم؟ من أنتم؟ أنا من يسأل؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم شيعة من؟ نعم أنتم شيعة من؟ شيعة عائشة؟ لا عائشة تعلم أن الحسين لم ينتحر بل ذهب لقضاء الله وقداره شيعة من أنتم؟ شيعة إبليس؟ لا حتى إبليس يعلم أن الحسين لم يذهب لكي ينتحر يعلم أن رسول الله أخبر الحسين أنه سيقتل في أرض كربلاء والسؤال ماذا لمستمرا؟ قولوا لي من أنتم؟ من أنتم؟ نعيد كلام الباحث المتخصص في دين الشيعة يبقى إذاً هنا المصيبة أصلاً حتى لما يتيج الشيعة تقولك الحسين قتل في هذا اليوم الحسين هو من اختار أن يقتل في هذا اليوم ده على دينه على دين الشيعة على دين الشيعة الإيمان الحسين هو من يختار أن يقتل في هذا اليوم؟ ما دخل الشيعة في الموضوع قلت لكم لا تزعيت الشيء فإنه مستلقي يشرب قهوة ويضحق على جهلكم وغبائكم أنتم أجيبوا هل الحسين اختار أن يقتل في هذا اليوم؟ أم الله هو من يختار أن يقتل الحسين في هذا اليوم؟ الرواية قرأتها عليكم تقول أن جبرايل أخبر رسول الله أن الحسين سيقتل في كربلاء فمن الذي اختار؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أيضاً قال تمام؟ ده إيه ده في الوقت إيه؟ أن الحسين خير ما بين النصر في كربلاء وما بين لقاء الله فاختر لقاء الله مرة الأخرى عند الشيعة أن الحسين خير بين النصر في كربلاء وبين لقاء الله فاختر لقاء الله قلت لكم ما دخل الشيعة بالموضوع هل قضية التخيير عند الموت متعلقة فقط بالشيعة اقرأ معي يا شيعة من أنتم فتح الباري بشصح البخاري بن حج العسقلاني في الجزء الثامن صفحة 329 عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول في مرضه الذي مات فيه ولم يمت في مرضه بل قتل بالسم وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم فضاننتوا أنه خير عجيب حتى عائشة تعلم أنه لا يموت نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا أو الموت إذن هذه القضية قضية أن أحد من الأنبياء يخير عند موته ليست متعلقة بالشيعة فقط ترميني بالحجارة ألا تستحي من أنتم من أنتم حتى عائشة لا تقبل ولا ترضى أن تكون من شيعتها أخذيتم السقيفة أمام الشيعة من أنتم؟ من أنتم؟ مصدر آخر فتح الباري بشاصعين البخار لدن حجر العسقلاني في المجلد الحدي عشر صفحة مئتين وخمسة عشر الحديث الخامس حديث عائشة وألحقني بالرفيق الأعلى إلى أن يقول وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت إذن من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي حتى يخير إذن هذه القضية ليست مختصة بالشيعة فإذا خير الإمام المعصوم بنص آية التطهير بين الموت وبين الدنيا واختار الموت فهذا الشيء عادي جدا ولا مشكلة فيه من أنتم؟ أيه تام هم أصلا يقولون نحن دين جديد ونحن فرقة ما هو دين مشكلة نحن مش فهمين نعم هذه هي المشكلة من أنتم؟ بيستدأوا لحيات زينا ما هي الإشكالية بقى في الفكر الشيعي الاسن العشر يقول لك ويذهب إلى قضاء الله وقدر الله الذي أكره له كما أن رسول الله ذهب إلى قضاء الله وقدر الله الذي قدره له ثم ماذا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ قولوا لي من أنتم؟ يبقى إذن هنا المصيبة أصلا حتى لما يتيجي الشيعة تقول لك الحسين قتل في هذا اليوم الحسين هو من اختار أن يقتل في هذا اليوم ده على دينه على دين الشيعة كما أن رسول الله خير عند موته فاختار أن يقتل في ذلك اليوم ثم ماذا؟ هذا شيء عادي جدا من أنتم؟ من أنتم؟ وما زال السؤال مستمر من أنتم؟ من أنتم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد